رائحة بكرة المباراة الزمالك هيلعب مع فريق ألكت ألتشادي وقائمة الزمالك أعلنت بالفعل غير الـ 14 لعب اللي كانوا موجودين فيه 3 تضافوا عليهم ففيه 17 لعب حتى مع استبعاد حسام عبد الميجيد للإصابة جاءت قائمة الفريق الأبيض لمواجهة الفريق اللي الزمالك كسبوا هناك بره أرضه في الكاميرون بهدفين دون مقابل كالتالي قائمة جسوالدو فريرا بتضم محمد عواد في حراسة المرمى محمد نديم والسيد عطية خط الدفاع محمود حمدي الونش محمد عبدالغاني محمد طارق رجع من المنتخب الأولمبي محمد عبد الشافي عبدالله جمعة يعني عندك خط دفاع مكتمل عادي الونش وعبدالغاني اتنهم السكين عبدالشافي أو عبدالله جمعة شمال ومحمد طارق ناحية اليمين ده لو انت يعني ما خليتش سيد عبدالله يلعب بك يمين خط الوسط محمد أشف روئ يوسف أوباما محمد حسان بيس وفسف فاروق عفر سيد عبدالله محمود عبد الرازق شيكبالا أحمد مصطفى زيزو وفي الهجوم يوسف أسامة نبيه وحسام أشرف المباراة يقودها طبعا طاقم تحكيمي ليبي مكون من الكابتن أحمد عبد الرازق ويعاونه عيسى عطية ووحيد الجهاوي وعبد الواحد حريويدة حكما رابعا غيابات الزمالك معنا كده هي إيه؟ أحمد فتوح وأمام عشور لتواجدهما مع منتخب مصر التونسيان سيف الدين الجزيري وحمزة المسلوثي لتواجدهما مع منتخب تونس حسام عبد المجيد للإصابة بالشد في العضلة الإضامة يخضع العلاج حاليا ليتم عودته محمود علاء لاقترابه من الرحيل عن القلعة البيضاء وهنا عندنا خبر يخص محمود علاء محمود علاء غالبا مش هيتباع الأقرب دلوقتي أن محمود علاء سيتم إعارته بناء على طلبه بما أنه حس أنه مستبعد أو مش من ضمن الخيارات الأولى بالنسبة لمستر جسوالدو فريرا الموديل الفني للزمالك فطلب أن يخرج معارا والزمالك مش معطرد على كده عشان كده مش ظاهر في قيمة الغد وعلشان كده غالبا هيطلع إعارة فين بقى جوه مصر ولا برا مصر هنشوف هل إعارة بنية بيع ولا إعارة بس هنشوف لكن ده اللي ماشي حاليا داخل القلعة البيضاء بمناسبة الزمالك عندنا كلام لفريرا قاله لأنه كلام حلووي لكن هنستعرضه كمان شوية ضمن الأخبار لكن بمناسبة الزمالك سيف الدين الجزيري عادت قصته من جديد سيف الدين الجزيري في موسم 2021 في نهايته النص الثاني منه انتقل إلى الزمالك معارا حسب ما جاء الإعلان الرسمي من الزمالك ومن المقاولون العرب بنية البيع لمدة 6 أشهر مقابل 8 مليون جنيه قابلة للتحول إلى بيع للزمالك من المقاولون مقابل 12 مليون جنيه ده قلناه من سنة ونص والزمالك أعلنوا والمقاولين أعلنوا فما كانش اجتهاد من الناس يعني ثم انتهى النص الموسم كان وقت اللي جان الموجودة في نادي الزمالك ثم دفع الزمالك الـ 12 مليون وأعلن المقاولون أن استلمت الـ 12 مليون وتحولت القصة إلى الزمالك ترجمة نانسي قنقر